في هذه المنطقة سيكون عليك الاختيار بين الصعود من أحضر نقطة إلى أعلى نقطة بباطو بواسطة القطار الجبلي أو اختيار الصعود بهذه السلامة في رحلة طويلة الأمازية قطار باكو الجبلي والمعروف أيضا بالقطار المائل يعد الأول والوحيد في جميع أنحاء أذربيجان تم افتتاحه عام 1960 يتكون من عدة عربات منفصلة لتسهيل حركة الذهاب والإياب ويمتد بين شارع نفتشلار وحي الشهداء يبلغ طول مسار السكة المعلقة حوالي 500 متر وبطاقة استيعابية تصل إلى ألفي شخص يوميا اسمي ثانية إنها زيارة الأولى لأذربيجان بحث عن لماكن المفضلة في العاصمة وكان قطار باكو الجبلي ضمن قائمة لماكن العشرة المميزة لأنه سيأخذنا برحلة سريعة من الجزء السفلي بالمدينة إلى الجزء العلوي باكو مدينة جميلة ولكن ربما لم يصلط الضواء عليها بشكل كافي كواصم الدول الأخرى التي تحظى بشهرة واسعة أقوم برحلات في جميع الدول وأدون تجربتي هذه الرحلة ليست بالمختلفة كثيرا لكن ما يميزها أنك ستحظى بجولة في أكبر حديقة وتصل إلى القمة حيث العديد من المعالم وهكذا سأتمكن من زيارة أكثر من معلم في الوقت ذاته لقد وصلت اليوم وهذه جولة الأولى في باكو أنا من فولندا أعمل في مجال العلاقات الدولية ولدي مؤتمر في باكو وضعت قائمة من الأماكن لزيارتها بدءا من رؤية العاصمة من على نقطة برحلة قطار كانت التجربة السريعة انتهت في دقائق وكأنها رحلة إلى الفضاء أنا الآن في علاق ما بباكو ربما يظهر الأمر بسيطا لكنه ممتع جدا وسط هذه المناظر المذهجة قطار باكو المائل وسيلة نقل فريدة وممتع يوفر للزوار إطلالة بانورامية على مدينة باكو بحر قزوين يعتبر خيارا مثاليا للذين يرغبون في تجربة وسيلة نقل تقليدية وفي الوقت ذاتها الاستمتاع بمناظر الغابات يستخدم السياح هذا القطار للوصول إلى المناطق العليا من المدينة ورؤية المعالم مثل النصب التذكاري للشهداء وحديقة ضاف صيو بضلا عن أبراج النار ونصب النار الأزلية لبرنامج صباح الخير يا عراق يارا محمود باكو